اشتركوا في القناة كشفت المؤسسة الوطنية لنقل البحر للمسافرين عن تعديل في برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد من الجالية بمناسبة عيد الأضحى وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تعديل قد طرأ على برنامج رحلاتها بغرض جلب أكبر عدد ممكن من الوفدين من الجالية المقيمة بإسبانيا تحسبا في عدد الأضحى المبارك وعليها فإن رحلة أليكانتي وهران أليكانتي المبارر مجتين سابقة من تاريخ 26 و 27 جوان قد تمت جدولتهما يوم 26 جوان على متن باجي مختار 3 على الساعة 17 مساء باتجاه جزائر العاصمة رحلة وهران والجزائر باتجاه أليكانتي يوم 26 جوان قد بر مجتهم يوم 25 جوان على متن باجي مختار 3 على الساعة 11 مساء انطلاق من ميناء الجزائر العاصمة وأشارت الجهة ذاتها إلى أن كل الرحلات المبرمجة سابقا انطلاق من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانتي قد أصبحت تجرى انطلاق من ميناء الجزائر باتجاه ميناء أليكانتي لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مثل أنواع هذه الفيديوهات والأخبار العاجلة الجزائرية شاركوا الفيديو معكم أصدقائكم لتعمل الفائدة انتظروني في هذا الجديد إن شاء الله شكرا